المحور الأول جسم الإنسان الدرس الثاني ربط عزو الحس بوظائفه الجلد عزو الإحساس باللمس مرحبا بكم في دروس شرح الحواس الخمس للأطفال وهب الله الإنسان الحواس الخمس والتي تساعده على اكتشاف العالم المحيط به وهذه الحواس هي حاسة السمع وحاسة التذوق وحاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة البصر وفيما يأتي أنشطة ومعلومات عن حاسة اللمس لكن قبل ذلك دعونا ننشد معا أنشودة الحواس أنشودة الحواس أتناعم بحواس خمس هي نعمة من رب الإنس أتناعم بحواس خمس هي نعمة من رب الإنس فبأنفي أشتم العطرة بلثاني أتذوق تمرة وبعيني كم أبصر زهرة وبأذني كم أسمع طيرة ويدي قد جعلت لللمس أتعرف أولا حاسة اللمس تعتمد حاسة اللمس على جلد الإنسان بشكل أساسي وتساعده على معرفة طبيعة الأشياء عند لمسها فيستطيع تحديد مدى صلابتها ودرجة حرارتها فالجلد أول عضو في الجسم يتأثر بجميع المؤثرات الخارجية وتتوزع الخلايا المسؤولة عن حاسة اللمس بشكل غير منتظم على مناطق سطح الجلد إذ لا تتجمع في مكان واحد فقط على الجلد وكلما كان عدد الخلايا العصبية كثيرا في منطقة ما كلما ازداد شعور الإنسان باللمس وتعتبر مقدمة اللسان أكثر مناطق الجسم شعورا باللمس بينما أضعف مناطق الجسم لحاسة اللمس هو ظهر كف اليد كما تعد مقدمة الأنفي وأطراف الأصابع من الأجزاء شديدة الإحساس باللمس أتدرب ماذا يفعل كل شخص من هؤلاء الأشخاص؟ بماذا؟ الإجابة في الصورة الأولى الأم تمشت شعر ابنتها ممسكة المشطة بيدها الصورة الثانية عبارة عن شخص يتحسس حرارة المياه بقدمه أما الصورة الثالثة فهي لرجلين يسلم الواحد فيهما على الآخر بيده ضع علامات قاطع ومقطوع في التربيعة المناسبة يلمس لا يلمس الإجابة كل عمل يحقق عملية المسك هو لمس للأشياء فمسك التفاحة باليد لأكلها ومسك الكتاب لقراءته ومداعبة القط وكذلك مسك الكأس للشرب كلها أعمال وظفت حاسة اللمس أثناء القيام بها ضع علامة تحت كل عزو يحدث به اللمس عين إصبع قدم أذن أنف كتف لسان ساق الإجابة إصبع قدم كتف لسان ساق ملاحظة اللسان بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية وهي التذوق فهو كما ذكرنا في بداية الدرس أن مقدمة اللسان تعتبر أكثر مناطق الجسم شعورا باللمس